اشتركوا في القناة في ضوء المنهج العلمي المعاصر اول خاصية عندي هي الموضوعية الخاصية التانية التحقق من صدق الفروض خاصية التالتة القابلية للتعديل خاصية الرابعة التجريد والتعميم خاصية الخامسة القابلية للقياس الخاصية الستة التنبؤ دي الخصائص بشكل مجمل اجمالا هناخد كل خصية من هذه الخصائص بالتفصيل يعني ايه الموضوعية اول خاصية عندنا هي الموضوعية بمعنى ان العلم محايد لا يتأثر باحكام القيمة ولا برغبات الافراد ولا اهواءهم انا النهاردة بعمل تجربة علمية نتيجة التجربة بقولها زي ما هي بالزبط مليش دعوة بمشاعر شوفوا الصورة اللي قدامك دلوقتي الراجل ده ماشي على الحبل عنده حاجتين لازم يوازن بص ادي عقلك ودي قلبك لو قلبك لو مشاعرك خالتك بس ومشيت وراء اهوائك انت كده هتبعد عن طريق العلم يبقى اول خاصية من العلم هي الموضوعية يعني موضوعية محايد مليكش دعوة بأهوائك ولا ميولك يعني ايه موضوعية ببعد عن الأهواء والميول مثال طبعا بندي مثال بسيط ان انت بتشجع الأهلي او بتشجع الزمالك اي ان كان فلما الأهلي بيلاعب الزمالك انت لو انت راجل زبالكاوي لقيت ان الأهلي مثلا نكسب فبتقولوا الله للناس مثلا او لاصحابك وجماعة الله انتوا افضل انتوا كسبتوا واحنا ما كناش النهاردة كويسين وان شاء الله الماتش الجاي هنغلبكم دي نوع من موضوعية منما انت تبقى متعصب تمشي وراء مشاعرك لا كده تفتقد للموضوعية الموضوعية في اوقات بيجيبها لنا بمعنى تاني يقول لي الحياد او ان الشخص يكون محايد خاصية التانية عندي التحقق من صدق الفرض قلنا علشان انت لو عندك فرض هو اللي بيوصل لك للقانون فالخطوة الاولى فين طالما خطوة يبقى في طريق في مصار الطريق المنهجي للوصول للقوانين والنظرات في العلم هي الاختبار الفروض طب هل هنا في العلم بيختبروا فروض منعزلة قالك لا لا يختبرون فروض منعزلة ولكن يختبرون انصقة نظرية كاملة ولكن يختبرون انصقة نظرية كاملة مثال التجربة مثلا عندنا في الفيزياء لا يمكن ان تفند وكلمة تفند يعني تختبر او تجرب فرضا واحدا معزولا وانما تفند اي انها تختبر مجموعة نظرية كاملة الخاصية التانية عندي هي حقائق العلم قبل للتعديل والتغيير شايفينوا الصورة اللي امامنا الان صورة الدكتور رحمة زويل الله ارحمه كنا معتقدين قبل الدكتور رحمة زويل ان اصغر وحدة في الزمن هي الثانية جين يوتين واينشتاين شوف عظام يقولك اصغر وحدة للزمن الثانية جيت دكتور رحمة زويل اكتشف ان في وحدة اصغر من الثانية هي فهمته ثانية فبالتالي اتغيرت النظريات بان نتائج التي يتوصل اليها لعلماء غير نهائية وتقبل النقاش والتعديل اي انها احتمالية الدكتور رحمة زويل عدل قالك ان اصغر وحدة للزمن ليست الثانية في وحدة اصغر من الفهمته ثانية يبال لو جاب لك ان فيه نظرية جت نظرية جديدة جت كدبت نظرية قبلها او غيرت او تعدلت احتمالية هقول القابلية للتعديل والتغيير طبعا انت بتبقى متطمن جدا لما تفهم العملية بسهولة حل والموضوعية يعني محايد مليش دعوة بمشاعري طب ما تدوني يا ساعة لهيه وما الناس بتشتكي بايه وما بتجيبش درجات كويسة ليه موضوعية يعني محايد قبلية للتعديل يعني النظريات العلمية احتمالية تعالوا بنا نشوف الاسئلة علشان التطبيقات بعد الشرح هي اللي بتفيد وتوصل المعلومة ونثبتها سؤال بيقول لي يقول كارل بوبر ان المعرفة مكانها ليس في الازهان بل مكانها العلمي في العالم الفيزيقي ومكانها النظري في الكتب المقولة السابقة تثبت صحة ان العلم المعاصر تميز بخصية ألف الحتمية ورفض النقاش ب التجريد والتعميم جيم الاحتمالية والترجيح دال التحرر من التفضيل العقلي هو هنا دايما بركز في آخر السؤال لانه بيفهمني بيسألني عن ايه صحة ان العلم المعاصر يتميز ألف حتمية ورفض النقاش لا طبعا لان النظرات العلمية احتمالية وانها تقبل التعديل التجريد والتعميم طبعا من خصائص العلم الاحتمالية من خصائص العلم التحرر من التفضيل العقلي يعني أصدر موضوعية هارا السؤال تاني ان المعرفة العلمية ليس مكانها في الازهان بل مكانها العلمي في العالم الفيزيقي معنى كده ان هي في الواقع والواقع بتغير هتبقى الإجابة عندي الاحتمالية والترجيح اي ان حقائق العلم قبل للتعديل والتغيير ده كان سؤال العام الماضي في الدور الأول فما جاب لكش القابلية للتعديل بص جاب لك المعنى التاني او معنى ليها احتمالية ما قال لكش الموضوعية جاب لك معنى الموضوعية اللي هي رقم دال التحرر من التفضيل العقلي سؤال آخر من أقوال زكي نجيب محمود لا تكن لهواك أسيرا مستسلما بل كن له غالبا طالبا المقولة تعطي ميسانا لأحد خصائص المنهج العلم المعاصر وهي ألف القابلية للقياس بالقابلية للتعديل جيم الموضوعية ده العمومية هو هنا بيقول لي ايه المطلوب مني لا تكن لهواك مشاعرك بالتالي أتبقى الإجابة الموضوعية لأن الموضوعية تعني الحياد وعدم التأثر بالرغبات أو الأهواء سؤال آخر يقول كارل بوبر إن النظرية المحققة من بين نظريات أخرى يمكن أن يتضح بأنها تقريبية غير دقيقة وقابلة للتجاوز والنتيجة مؤقتة يبرهن القول السابق أن العلم المعاصر يتسم بي ألف القابلية للقياس ب القابلية للتعديل جيم الموضوعية ده العمومية تقرى السؤال قلنا مرة واثنين بيقول للنظرية العلمية محققة تقريبية أيوه النتيجة مؤقتة هل دي تتبقى عندك إيه ملاش علاقة بالموضوعية ولا دي علاقة بالعممية تبقى تتبقى تتبقى النتيجة مؤقتة القابلية للتعديل هنكمل بقى خصائص العلم المعاصر الخاصية الرابعة معنا يتميز بالتجريد والتعميم لأنه عندما نصل إلى حل مشكلة معينة فإن هذا الحل ينطبق على كل المشكلات المماثلة في المستقبل لقاح كورونا لما العلماء توصلوا إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا اللقاح ده اللي نجح على ألف أو ألفين أو عالمية من أفراد البشر اتعمم على كل البشر لقاح كورونا لما وصل العلماء إلى أن هما يوصلوا إلى لقاح يقي من فيروس كورونا الأول اللقاح ده وصلوا ونجح على كام؟ عالمية جربنا على ألف اللقاح ده عممناه لكل الناس في كل مكان وفي كل زمانه لما انت بتاخد قطة حديد وتجرب عليها وليتها بتتمدد بالحرارة؟ بتقول كل الحديد يتمدد بالحرارة إذن العلم يتسم بالتجريد والتعميم يعني الحكم اللي بعد التجربة بوصل ليه ينطبق هذا الحكم في أي زمان وفي أي مكان الخاصية الخمسة معنا قابلية قضايا العلم للقياس دايما يا جماعة لما بنقيس بنستخدم إيه؟ الأرقام أقول لك تعال كده نقس طولك تقول لي مية وسبعين مية وثمانين بص بأرقام تعال إن إيه وزنك؟ آه هنشوف وزنك قد إيه؟ أرقام خمسة وتمانين سبعين خمسة وستين تسعين يبقى معنى قابلية قضايا العلم للقياس إنك هتستخدم لغة الأرقام تختلف العلوم في قدرتك على استخدام الرياضيات كأداء للقياس إزاي؟ عندي نوعين من العلوم عندي علوم طبيعية وعندي علوم اجتماعية العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيميا بتستخدم الرياضة ولغة الأرقام بقوة بص على الصورة اللي أمامك الآن الصورة دي بتعبر عن الصورة دي تعبر عن معادلات كيميائية CO2 H2O دايماً الكيميا بتستخدم الأرقام أي استخدام في الكيميا للتعبير عن المعلومات بلغة الأرقام وكذلك الفيزياء والفلك قال لك فيه علوم طبيعية أخرى أصده البيولوجي والجيولوجيا تستخدم الرياضة بدرجة أقل بس العلوم الطبيعية كلها بتستخدم الرياضة بقوة لغة الأرقام طيب العلوم الاجتماعية زي علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة تواجه صعوبة في استخدام لغة الأرقام والقياس السبب؟ السبب أن العلوم الطبيعية فيها علاقات سابتة زي سابت سرعة الضوء وسابت الجاذبية أما العلوم الاجتماعية لا توجد بها علاقات سابتة وأنا هاخدك أنت أنت فيك الجزئين فيك الجزء الطبيعي وفيك الجزء الاجتماعي أنت دلوقتي لما قيس درجة حرارتك أهي قيس درجة حرارتك برقم صعب درجة حرارتك سابتة عشان تتغير مش بسهولة أنها تتغير ولا بسرعة تتغير عشان لما قيس وزنك دلوقتي وزنك دلوقتي ده حاجة سابتة مش هيتغير آه بس مش بالسرعة اللي هي يتغير إنما لو قيس ده مقارنة تعال إسم مشاعرك أنت وإنت فرحان وعمال تتحك حد قال لك خبر مثلا إذا عليك لأ أنت بتنقلب وهنا المشاريع عندك تتغير يبقى العلوم الطبيعية فيها علاقات سابتة لذلك تستخدم لغة الأرقام بقوة أما العلوم الاجتماعية ليس بها علاقات سابتة لذلك يصعب فيها استخدام لغة الأرقام والقياس الميزة هنا أن اللغة الأرقام هي تمتاز بالضقة خاصية الأخيرة معنا في خصائص المعرفة العلمية هي التنبؤ العلمي والمخاطرة بتجزيب النظريات بنت أصدق إيه بالتنبؤ نشوف الأبراج بقى ومش عارف إيه ونقرأ الكف والفنجال ونقلب الفنجال لا هذا ليس تنبؤ علمي عشان كده بقولك القدرة على التنبؤ هي الهدف الأسمى والأهم للعلم والتنبؤ هو المعيار المميز بين العلم والعلم الأبراج الناس اللي بتقرأ الكف والفنجال هذا ليس علم إنما ده مجرد خرافات ليه بتقول كده؟ تعالي بقى نقولك إيه هو تعريف التنبؤ التنبؤ هو قضية يتم تحددها بدقة في صورة كمية عشان تحددها بدقة لازم بصورة أرقام زي الطاقس تطلع الأرصاد تقولك الحرارة بكر قضية هي موضوعة درجة الحرارة غدا وتقولي العظمة وتقولي الصغرى بتجيبها بصورة كمية بأرقام تحدث ما سيحدث إذا توافرت شروط معينة الفرض العلمي المقبول يترتب عليه تنبؤات يعني نتائج محددة يمكن اختبارها مثلا في موضوع كورونا لما أنت مثلا بتتنبأ إن لو واحد عنده كورونا يعني تتنبأ يعني بتتوقع لو عنده كورونا درجة حرارته عالية هنا الفرض يترتب عليه تنبؤات يعني توقعات أنت هنا بتختبر بقى درجة الحرارة الفروض اللاعلمية اللي هي إيه بقى الفروض اللاعلمية زي التنجيم وزي الأبراج نادرا ما تقدم تنبؤات يمكن اختبارها يقولك بص انت بعد ثلاث خطوات هيحصل لك حادث سعيد فتقوله يعني إيه ثلاث خطوات أو ثلاث نقط اللي بيقرى الفنجال أو الأبراج يقولك مثلا أنت خلال الشهر القادم حادث سعيد فأنت بتبقى يعيش بقى بالوهم بقى آه بتوقع تنتظر أي حاجة تهم نفسك أنها حادث سعيد أو يقولك خلال شهرين أو خلال الشهر القادم هيحصل لك موقف صعب طب ما أي حد فينا خلال شهر أو خلال أسبوع بيحصل للموقف دي هنا الفروض اللاعلمية نادرا ما تقدم تنبؤات يمكن اختبارها كما أن أصحابها لا يقبلون التخلي عنها إذا ثبت فشلها مثل تنبؤات المنجمين للتفسير والتنبؤ معا هنأخذ أكبر مثال وأشهر مثال عندنا الصورة اللي انت شايفها دي الوقت دي صورة مذنب هالي اعتمد من هالي؟ اعتمد هالي وهو عالم فلك انجليزي على مبادئ نظرية نيوتن في الجاذبية والحركة ليضع فرضا يتنبأ فيه بعودة المذنب الذي يعرف فيما بعد باسم هالي فلقب تنبأ بأن المذنب سيعود للظهور بعد 76 عاما يعني الرجل ده كان عالم فلك فيه مذنب نجم في السماء اختفى هو قال لهم هيرجع يظهر بعد 76 سنة وحدد هالي بدقة الساعة والدقيقة ومكان ظهوره بعد عشرات السنين طبعا التنبؤ اللي قاله هالي ده في ساعتها في وقته كان يعتبر خيالي البعض شك فيه بس ولكن بعد 76 عام بالدقيقة والساعة وفي نفس المكان ظهر المذنب فسمي باسم هالي التنبؤ يا جماعة انت عايش في حياتك الجي بي اس الجي بي اس قضية يتم تحددها بدقة بكتب انا عايز اروح 6 اكتوبر مثلا بيقولك اه انت رايح هنا 6 اكتوبر هو في الامر الصناعي بيحدد سرعتك اللي انت ماشي بيها ماشي على رجليك ماني ركب عربية وبعدين بعد ما تكتب الوجهة اه يبدأ يقولك انت هتوصل بص قضية يتم تحددها بدقة في سورة كمية انت هتوصل وديك ارقام بعد ساعة و 30 دقيقة و 20 ثانية يتنبأ بما سيحدث اذا توافرت شروط معينة انك تفضل ماشي على نفس السرعة زودت السرعة بيقللوقت زي قللت السرعة الوقت عندك بيزيد طب وظيفة الفرد في المنهج العلم المعاصر قال لتفسير الظواهر التي نلاحظها عندك حاجة شايفها بتفسرها طب فيه زواهر ما قدرش نلاحظها قالك هنتنبأ بيها يبقى تنبأ بظواهر لم نراحظها بعد وهذه هي الوظيفة المنهجية الفرد هنا ليس مجرد تخمين او تفسير مؤقت الظاهرة ولكنه يعتمد على خيال الباحث وعب قريته طب هل اي حاجة طب هل اي حاجة افترضها وظن فيها وقول انا عندي فرد علمي قالك لا للفرد العلم شروط شروط الفرد العلمي انت عندك هنا شروط الفرد العلمي متقرار عندك في بابين في الباب الاول منطق اللي هي شروط الفرد في المنهج لاستقرار التجريبي وهنا في الباب التالت شروط الفرد في المنهج لعلم المعاصر ممكن ما يقولكش شروط فرد علم معاصر يقولك شروط الفرد السوري هي هي ان يكون قابل التفنيد يعني تفنيد يعني تجزيب يعني تجزيب يعني اقدر اشوفه اجرب عليه عن طريق ملاحظة وتجربة فاذا ثبت نجاحه يتحول الى نظرية واذا ثبت فشله يتم تعديله او التخلي عنه يبقى بالتالي الشرط التاني لازم يكون قابل الاختبار هاختبره بطرق تجربية مش انا بس اللي اجرب لانه ممكن هكون بجرب بطريقة مش سليمة لا وتكرار الاختبارات بوسطة العلماء المتخصصين في التجربة يبقى يجب ان يحدد علاقة بين متغيرين او اكثر يمكن التحقق منهما زي مثلا يعني متغيرين او اكثر بشرب قهوة بصهر شوف هنا كل ما تشرب قهوة بتصهر زي زيادة الاعلانات وزيادة المبيعات لاعلان منتج معين عمل اعلانات كتير بص بتزيد المبيعات دي اسمع علاقة بالمتغيرين يبقى يترتب عليه مقارنات يعني نتائج تغضع للتجربة ويمكن تجذبها لو انا عايز اشوف اثر الضوضاء على تركيز الطلاب والتحصيل الدراسي بجيب مجموعتين مجموعة ولازم يكونوا المجموعتين متكافئتين في نفس السن وفي نفس المستوى الدراسي يعودوا في مكانين مختلفين في نفس الوقت دول عرضهم لضوضاء ودول ما عرضهمش لضوضاء وابدأ هنا ايزبع يبقى هنا يترتب عليه مقارنات تقبل التجربة نبدأ ناخد اسئلة وتطبيقات علشان نشوف احنا ماشيين ازاي وهل المعلومة وصلت بشكل سليم ام لا لاحظ احد الاطباء ان المزارعين والخدم الذين تمت اصابتهم بمرض وعدوى الجدري نتيجة التعامل مع الابقار لا يصابون بالجدري في فترة انتشاره كوباء بعكس الاشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى وتعرضوا للاصابة به اثناء الوباء هو من سم تم التواصل الى طعوم ضد العدوى بامراض كثيرة الكشف السابق يوضح شرطا من شروط الفرض السوري في المنهج العلم المعاصر وهو ألف نتحقق منه بطرق مباشرة به قابليته للتصديق والتأييد جيم يترتب عليه الأغز بالمقارنات دال يعبر عن كيانات محسوسة طبعا هنا بقرأ السؤال تاني بيقول لي فيه مجموعتين ناس كذا وناس كذا مزارعين جلهم اصابة وعدوى بالجدري اثناء انتشاره وناس لا يبا هو هنا بيعمل اين هنا بيعمل مقارنات عندك بص مزارعين وخدم اصابوا بالجدري بس لأنهم بتعاملوا مع الأبكار ما ظهرش عليهم الجدري أثناء انتشاره وباء بعكس الأشخاص الذين لم يصابوا يبا هو هنا بيعمل مقارنات تقبل التجربة سؤال آخر رفض كوبرنيكوس فكر القدماء بأن الأرض هي مصدر الكون وتوصل إلى أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية يشير ذلك إلى أحد خصائص العلمي في ضوء المنهج العلمي المعاصر وهي ألف القابلية للقياس به الاحتمالية جيم الموضوعية دال العمومية الراجل ده بيقول هو وصل لحاجة عكس مهمة كانوا معتقدينها يبا هنا إيه قابلية القياس ما استخدمش لغة الأرقام موضوعية ما فيهاش حياد وبعد عن المشاعر عمومية بيوصل لحكم عام ولا لاحتمالية طبعا الاحتمالية لأن كانت فيه نظرية هم معتقدينها هو أثبت نظرية أخرى يقول ابن الهيسم إذا كان السقب مستترا فوق الساتر فوصول الضوء إلى الجسم المقابل ليس يكون إلا في زمان وإن كان خفيا على الحس يشير ذلك إلى أي من الخصائص العلم المعاصر طبعا ألف القابلية القياس به الاحتمالية جيم الموضوعية دال العمومية طبعا أنت أول ما تقرأ إذا كان السقب مستترا فوق الساتر فوصول إيه عام اللغباطة دي إحنا لقصين اللغباطة في الكلام لا ما أنت السنوال العامة ده كان سؤال العام الماضي عشرين اثنين وعشرين دور أول فده اللي أنت هتشوفه فتضرب عليه ولما تقابلك أسئلة زي كده مش عارف الكلمات أو تتعامل معها نقول لك تتعامل معها إزاي أنت خليك زاكي هو الرجل ده بيعملين هل الكلام ابن الهيسم بيثبت خطأ نظرية قبليه لا يبقى مش احتمالية هل الكلام اللي أنت فهمته أن الرجل ده موضوع يعني ملوش دعوة بمشاعره لا هل ده استخدم أرقام لا قال لك أن الجسم أو الضوء بيوصل بسرعة تودك أرقام لا ولا الأمومية طبعا الإجابة هي بيقول إذا كان السقب مستترا فوق الساتر فوصول الدوء إلى الجسم المقابل ليس يكون إلا في زمان يعني بيعمم الحكم في أي زمان وفي أي مكان وصول الدوء بيوضحه لك هيوصل إزاي سؤال آخر العلم ليس إلا وصفا كميا على الوسائل الإحصائية في اقتزال مجموعة كبيرة من الإحصائيات تشير العبارة السابقة إلى أن العلم يتسم به ألف القابلية القياس به الاحتمالية جيم الموضوعية دال العمومية طبعا الإجابة عندي هي القابلية القياس لأنه بيقول إحصاءات طالما إحصاءات يعني أرقام يعني قابلية القياس سؤال آخر أترك أترك عباءتك وخيالك عند باب المختبر تشير العبارة لإحدى خصائص العلم وهي ألف القابلية القياس به الاحتمالية جيم الحياد دال الموضوعية هنا مطلوب مني أستخدم الأرقام لا مش قابلية القياس ولا مطلوب مني أن أنا أترك عباءتي يعني أهوائي تبقى الإجابة الموضوعية مش لقى الموضوعية ما هي المعنى بتاع الموضوعية هي الحياد سؤال آخر أثبت جالي خطأ نظرية آرستو التي تقول أن الأشياء السقيلة تسقط على الأرض أسرع من الأشياء الخفيفة حيث قام بإسقاط جسمين مختلفين في الوزن من نفس الارتفاع ووجد أنهم استغرق نفس الفترة الزمنية في السقوط على الأرض يؤكد ذلك أحد خصائص العلم وهي ألف القابلية القياس به القابلية التعديل جيم الحياد دال التعميم طبعا الإجابة القابلية التعديل لأنه أثبت خطأ نظرية أرستو يبقى لو جات نظرية أثبتت أن في نظرية قبلها خطأ هي بتكون هنا في عملية احتمالية للعلم يعني في عملية تعديل للنظريات العلمية وبكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وإن خير ما نختم به تحية يبدأها السلام ويتوسطها الرحمة وختامها البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر